امبارح الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا اتكلم عن ضوابط حضور مباراة مصر والسنغال ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022 اشار الى تطبيق بعض الشروط المتبقة في العديد من الاماكن وهي الحصول على تحصين كامل باللقاح كورونا وحمل شهادة تفيد بهذا الامر او تثبت ذلك اوضح ان الساعة الاستيعابية للاستاد هتكون النصف لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي وناشد كل الجماهير ان هم يتخذوا كل الاجراءات الاحتراصية اللازمة وعدم التوجه الى الاستاد اذا كانوا بيعانوا باي حال من الاحوال باي عرض من اعراض حتى الان في الونزة الموسمية نهيكم عن كورونا احنا دلوقتي خلي بالحضراتكم وصلنا المرحلة ان اللي بيعتص جنبك الواحد بيقلق العطسة دي مش معروف خلفية اي ده دور برد عادي احنا قربنا حتى ننسى الكلام عن ادوار البرد العادية وحاليا اي حد بيصاب باعراض البرد بقى الى حد كبير جدا مجبر ان هو ياخد بروتوكول علاج كورونا في كل الاحوال يعني اتح السبن وربنا يسلم الجميع